النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة وهذا من أكبر انتصاراته دعته كبار بيوتاتها إلى أن يبيت عندهم فماذا قال؟ قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وركز لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر ترجمة نانسي قنقر وغيره ولا يدعو للتوحيد كما هو حال جماعة التبليغ والأحباب أو ترى جماعة تشغل الناس بالقضايا السياسية ومناطحة الحكومات وتتبع التحليلات السياسية ولا يهتمون بتوحيد الله كما هو حال جماعة الإخوان المسلمين لذا كلاهاتين الجماعتين لم تفلح لها الآن ما يقرر من مئة سنة لم تقم دولة ولم تعز الدين بل آثار جماعة الإخوان المسلمين بفساد الدنيا والدين أظهر من أن يدلل عليه ما ترى من الثورات التي هلك فيها المسلمون هي من آثارهم وكانوا ينفخون فيها حتى اشتعلت وصار ما ترون ولا أريد أن أطيل في مثلي هذا لكن الذي يهمني أن من أراد النجاة فليلزم التوحيد فإذا هلموا إخوة الإيمان للتوحيد واجعلوهم معيار نجاح كل دعوة سواء على مستوى الأفراد والجماعات والدول المعيار هو التوحيد لأن دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة دعوة توحيد ترجمة نانسي قنقر